المحكمة العليا اللي أمرت بإعادة النظر في قضية أخطاء السلطات في هجوم فينة عشرين اتنين وعشرين يمكن بنتذكر الهجوم الإرهابي اللي كان في ثاني من نوفمبر الفين وعشرين وده القضية دي رفعتها أم إحدى الضحايا التي قتلت فيه الهجوم الإرهابي وبتتهم فيه سلطات أني السلطات تقاعصت عن واجبها في حماية ابنتها هل تتوافق مع هذا الطرح أو تتوافق مع هذا الاتهام أم أن هناك بعد يمكن احنا شوفنا الحاجات دي كلها على التلفزيون التقاعص هنا من وجهة نظرك هل الشخص ده اللي خرج وهو كان مشتبه بي وبعد ما خرجوه صدقوا كل اللي قالوا أنه هو رجع وهيندمج في المجتمع وألغى قرارات العنف اللي في دماغه هل كان السلطات يجب عليها ملاحقة هذا الشاب أو على الأقل عدم إخراجه من محباسه كان من النفسر ملاحقته كما تفضلت يعني فعليا هذا اليوم الدموي الذي شهدناه بصراحة في الثاني من نوفمبر عام 2020 كان يميها يعقبه اليوم الثاني إغلاق كورونا الثاني أعتقد والذي قرره سيباستين كورس في ذلك التوقيت وكان الأشخاص والناس موجودين كلهم في الشوارع ويعني كانت حياة ممتلئة بهذاك التوقيت فقام حصل هذا العمل الارهابي الجبان والذي يقال أنه قام به تنظيم داعش يعني يقال ذلك فبالتالي فبالتالي استاذنا مدوح حتما حتما كان هناك نوع من التقاعص من السلطات السلطات التشيكية قامت باختار السلطات النمساوية بأنها أحد الأشخاص قام بشراء سلاح بشراء طلقات كذا والسلطات النمساوية لم تلقي بالا لهذا الأمر فبالتالي حتما يوجد مقدمات ومعطيات تؤكد تؤكد هذا التقاعص والسيدة التي توفت أو ختلت ابنتها في هذا الهجوم الجبان أعتقد أن المحامي الذي وضعته قالوا أنه من الممكن أن يكون فيه أوراق جديدة أضيف على ذلك أن التعويضات التي قدمتها النمسا للضحايا لم تكن منصفة أو لا تتناسب مع حجم الخصارة بالضبط طبعا بغض النظر عن أنه مهما يكون حجم الفلوس ليس أتعوض الإنسان المفقود بالضبط فهذه النقطة هامة بالغة الأهمية أن كل شخص فعليا عنده مشكلة مع القضاء النمساوي أن الاستمرار بالحالة القضائية ممكن أن يجلب مكاسب إضافية أكثر من هذه في حال كان يوجد تقاعص ما يوجد شعر الشخص أنه هو انظلم بقانون معين أنه فعليا يكون فيه أمامه حظ أكثر وهيكون طبعا فيه برضو إقراءات برضو قانونية سيعاد النظر بالدعوة ولكن هذا لا يعني أن يخرج شيء من الدعوة نعم